حالة من الترقب والحذر ومخايف من عملية عسكرية تخيم على شمال شرقي سوريا مع أنباء تتحدث عن ضوء أخضر أمريكي روسي لتركيا بسداف قيادات حزب العمال الكردستاني وجناحه السوري في سوريا عبر الطائرة المسيرة معلومات كشفها مصدر كردي مقرب من الإدارة الذاتية لموقع باس نيوز يتحدث عن سماح الولايات المتحدة لتركيا بالسداف قيادات حزب العمال الكردستاني أينما كانوا بعد رفض البيكيكي إخراج كواديره من المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية اتفاق مع واشنطن قابله آخر مع موسكو التي توافقت أيضا مع أنقرة على السداف عناصر الحزب داخل سوريا وفقا للمصدر الكردي الطائرات المسيرة التي أقضت مضاجع قصد أخيرا أكدت هذه الأنباء بعد السداف قياديين بارزين وفاعلين في صفوفهم ومقتل عدد منهم قبل إيجام في مدينة عين العرب كوباني حالة الترقب والحذر ازدادت مع التعزيزات العسكرية التي وصلت للجيش الوطني إلى شمال وشرقي عين عيسى التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بالتزامن مع تعزيزات عسكرية أخرى للجيش الوطني وصلت إلى جبهات رأس العين بمحافظة الحسكة وهي تأتي في سياق التحضير لعملية عسكرية تركية محتملة في الشمال السوري أحداث وتداعيات تزامنت مع تصريحات للقيادي البارز في حزب العمال الكردستاني جميل بايك صحيفة النهار اللبنانية بأن علاقة حزبه مع عائلة الأسد كانت وثيقة ودافئة وأنه لا يمكن أن يكونوا مناهضين لسوريا أو ضد الأسد بحسب تعبيره مؤكدا أن الحزب لم يقطع علاقته بدمشق وليقوم بذلك معلنا تشجيع حزبه للمحادثات بين نظام الأسد والإدارة الذاتية وهي تصريحات يرها بعضهم مغازلة لنظام الأسد ومحاولة التقرب منه في ظل المعطيات السياسية والميدانية الراهنة التي توحي ربما بتخلي واشنطن وموسكو عن حزب العمال وجناحه السوري